السلام عليكم. معكم عبداللات زكارنة من قناة التقنية السابعة تيك سيفين تشانل. اليوم نتحدث عن كيفية عمل صورة متحركة او اللي بسموها الجيف بكتر. اول شي بعد ما نفتح برنامج طبعا باستخدام برنامج الفوتو سكيب. اول ما نفتح البرنامج وظهر لنا هاي الشاشة اللي امامنا بنختار منها كلمة اني جيف. بعد ما نختار عني جيف بامكاننا نروح. ونختار وين موقع الصور الموجودة عندي. انا موجودة عندي الصور على في المايدوكيومنت هاي عندي صور. الان بدي اسحب هاي الصور كلياتها بحددها زي ما احنا شايفين. وبعمل له سحب للمنطقة البيضة الفارغة عندي في الاعلى. اول شي بعطيني ايه انه مدة عرض كل صورة قديش المدة تاعتها. ما يعطيني انه كل صورة لمدة العرض تاعتها ثاني. بقدر اغير كل هاي الصور في مدة العرض تاعتها عملا تشينج تايم. مثلا اخليها نص ثانية فقط لا غير. طبعا الارقام الموجودة امامنا هون كل مية تعادل ثانية. بسموها ميلي سكند. خلننقل مثلا خمسين ميلي سكند اللي هي يعني تعادل نصف ثانية. اذا كنا حابين نشوف كيف استعراض الصور زي ما احنا شايفين امامنا باستعرضهم بشكل سريع. من الميزات الحلوة الموجودة اللي هي اذا انا حبيت اعمال الفيكت عليها. الفيكت اللي هي انتقال الصورة. كيف بدي الصورة انا تنتقل. منشوفين واحدة واحدة كيف الفيكت. هاي الصورة اللي هي تسحب من الاسفل الى الاعلى. عندي من الاعلى الى الاسفل. عندي مثلا اللي هي فكرة الاضاءة. قونا تظهر صورة يعني هذا الافيكت كثير حلو. من الميزات الحلوة الموجودة عندي هون. اني بيمكن اتحكم بحجم هاي الصورة. بديها كبيرة او صغيرة. ويمكن نقول له هون خلي الصور كلها يعني على قد الصورة. عشان ما يضل في عندي اطارات حولها. طب وين بدنا نشوف احنا الصورة موجودة? وفي صور اكبر من الحجم الموجود. اما منخليها في الاعلى. مثل ما احنا شايفين? او نخليها مثلا عاتم نخليها بالسنتر هي افضل خيار امامنا. بس نخلص الصورة اللي امامنا لجيف. مباشرة بنعملها سيف. طبعا هاي هون احنا نسميها. نخليها على اسمها. انا جيف بالاسم الاعتيادي. بعد ما اعملها عملية تحويل. الان. بيمكن نروح نستعرض الصورة من المكان الموجود فيه. في البكتر على تشايلد. بدنا نشوف الصورة احنا الان اجيب في اللي احنا عملناها. لو عملنا لها open with انترنت اكسب لورر. مشان نشوفها لما انا استعرضها في الانترنت او نزلها على الفيس او نزلها على الواتس كيف راح تكون شكل الصورة. خلينا نشوف كيف بعد ما افتح الانترنت اكسب لورر. هيك طلع عندي صورة متحركة بيمكن احط فيها العدد اللي انا بدي اياه من الصور. وشكرا كثير لكم ولا تنسونا من صالح الدعاء او اي ملاحظات حطونا اياها في التعليقات. وشكرا السلام عليكم.